إذن تدخل تركيا غدا مرحلة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيلتشدار أغلو من المقرر أن يبدأ التصويت داخل تركيا الأحد المقبل على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتائج الأولية فور انتهاء عمليات الفرز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة